هل المشهد سيسمح للسيد العبادي أن يكون رئيس وزراء بغض النظر عن طبيعة الاستقرار السياسي من عدمه؟ هنا من المبكر جدا الحديث عن عودة للدكتور حيدر العبادة على الاعتبار أنه لم يعلن موقفه مع من سيتحالف نعم هناك أرضية مشتركة مع سائرون الحكمة وبعض القوى السياسية الأخرى وهذا سيدفع إلى حد ما بنهج باستمرار نهج الدكتور العبادي هنا تحدث وهذه احتمالية بالتحديد في قضية أن العراق الآن بحاجة لاستحقاقات ما بعد النصر على تنظيم داعش وتلك المنجزات على المستوى الخارجي على المستوى الداخلي عنها الطائفية أو قف الانهيار الاقتصادي الشعب العراقي بحاجة إلى هذا النهج لاستمرار هذا النهج حتى لا نعود مرة أخرى إلى لحظة الصفر يعني لحظة الحرب الاهلية التي تحدثنا قبل قليل عنها أريد أن أستغل وجودك دكتور إحسان هل بالفعل هناك توافق عربي خصوصا من السعودي على السيد العبادي وهناك استغلال لميله العروبي وميله إلى الغربة الولايات المتحدة بريطانيا لإبعاد إيران عن السيطرة على العراق يعني أستاذ على هذا الموضوع أنا أعتقد أنه يجب أن لا يؤخذ على أساس المحاور يعني بقدر ما أنه يؤخذ على أساس استقلالية القرار العراقي والحياد الدكتور العبادي نجح بشكل كبير جدا وبشكل كامل في قضية تحييد العراق عن صراع المحاور وهو مقبول لكل الأطراف المتضادة والمتصارعة المتحاربة إيران أمريكا الرياض طهران مقبول من كل القوى الآن المتصارعة في المنطقة وليس مقبول فقط من قبل المملكة العربية السعودية يعني على حساب إيران وليس مقبول من إيران على حساب الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع أنا أعتقد سيستمر في قضية الدفع باستقرار العراق وبوقوفه في الاستقرار سياسة التوازن ما بين الأطراف الاستقرار مرتبط بنوع وشكل التحالفات من الأقرب للسيد الإعباد الآن سائرون الفتح دولة القانون من الأقرب للتحالف أنا أعتقد أن المشروع الوطني أي مشروع وطني بعيد عن الطائفية ويمضي باتجاه الإصلاح ومحاربة الفساد فهو الأقرب جدا إلى الدكتور حيدر العبادي وإلى ائتلاف النصر مرة أخرى هذه إجابة دبلوماسية شديدة من الأقرب إلى التحالف دكتور إحسان عودتنا على الصراحة من سيتحالف معهم السيد العبادي أستاذ علاء أنا أعتقد أن هناك أرضية مشتركة مع سائرون وبكل الأحوال قد يؤسس سبق وانشهدنا تقاربا ما بين السيد العبادي سيد مقتدى الصدر وسيد عمار الحكيم لكن هذا لا يمنع من قضية التحالف مع بعض القوى على اعتبار أن لا يوجد هناك فوز ساحق وهناك لا بد أن تتوفر أغلبية الأرقام بالنسبة لرئيس الجمهورية اختيار رئيس الجمهورية وأكضا اختيار رئيس الحكومة لذلك أعتقد أن الدكتور العبادي منفتح على الجميع حتى دولة القانون القرار وأساس المشروع الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر